يعطيكم ألف عافية بما أنه الأيام هاي هي موسم الزعتر فحبيت اليوم أني أعمل معكم كرات الزعتر بالجبنة طبعا هاي الوصفة من الوصفات الكثير بحبها حبيت اليوم أني أشاركها معكم أول خطوة هون أكيد رح نحضر للزعتر الزعتر اللي استخدمت اليوم هو الزعتر المنزلي طبعا الزعتر متوفر بكميات كبيرة بالسوق أول خطوة هون رح نعملها رح أفرط الزعتر أنه هون فرطت كل الكمية طبعا رح أرجيكم المقدار اللي طلع معي أنا هون استخدمت تقريبا نصف المقدار هلا هون غسلته كثير منيح غسلته أكثر من مرة بعديها صفيته كثير منيح بالمصفاي لازم الزعتر يكون عنا صافي تماما من المي لم ينجي ننزله بالعجينة الخطوة البعدي هون رح نحضر للعجين رح نحتاج كاس ونصف من الحليب السائل طبعا لعنا هون الحليب لازم يكون دافي رح نحتاج نصف كاس من لبن الزبادي نفس الشي عن هون لبن الزبادي يكون درجة حرارة المطبخ رح نحتاج نصف كاس من الزيت ورح نحتاج كمان هون معلقتين من السكر السكر عشان الخميرة رح أحط هون معلقتين كبار من الخميرة هلا هون بخلطهم كثير منيح بعدها بغط الصحن بترك الخميرة من 5 دقائق ل 10 دقائق حتى تفور لازم تتأكدوا ان الخميرة فارت قبل ما تنزلوا لطحين هيك عندي الخميرة صارت جاهزة هلا هون رح أنزل الزعتر بالنسبة للزعتر هون فرمتوا مرة واحدة يعني فرمة خشنة تقريبا حطيت كاستين كبار لطحين هون رح أستخدم طحين البيت اللي بيستخدموا دائما في المعجنات رح نحتاج 5 كاسات ونصف من لطحين طبعا هون انتو بتحطوا في البداية 5 كاسات الكاس السادس بتحطوه حسب حاجة لطحين رح نحتاج كمان هون الباكينج باودر رح أحط معلقتين صغار ورح نحتاج نصف معلقة صغيرة من الملح هيك عندي مكونات العجينة جاهزة باستخدام مضرب العجن بنستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة طبعا رح أحكي ملاحظة كثير مهمة للعجينة ما تشدوها في لطحين الأفضل انه يكون معنا القوام طري حتى لو كانت تلزق معكم شوي مش مشكلة بشوية طحين أو شوية زيت بتلمو العجينة طبعا هون أنا رشيت كمية بسيطة من الطحين بنزل العجينة بغطيها بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة بعدها بشتغل فيها بهاي الفترة هون رح أحضر للحشبة رح نحتاج أكيد الجبن النابلسية الكمية كمان هون تقديرية نزلت نصف مقدار الجبنة الزعتر طبعا الزعتر هو اللي بيعطي طعم كثير طيب للجبنة حبيتوا تحط مطيبات ثانية أكيد برجع لكم هيك عندي العجينة تقريبا بعد ما ريحتها مدة ساعة ما شاء الله عجينة قطنية هالشي طبعا العجينة القطنية من المحسنات الطبيعية اللي احنا حطناها بالعجينة من اللبن الزبادي من الحليب السائل كلها بتعطي طراوة للعجينة وبعد الخبز بتحص العجينة مثل القطن هون رجعت عجنتها شوي بعديها قطعتها التقطيع عندنا هون الكرة تكون معنا حجم وسط يعني ما تكبروها وما تزغروها ناخذ هون كل قطعة عجين بنشكلها على شكل كرة وبعدها بغطيهم بتركهم يرتاحوا مدة عشر دقائق وبشتغل فيهم طريقة التشكيل عندنا هون كثير بسيطة بناخذ القطعة بنفردها حاولوا انها نضالها معكم على شكل دائرة وبعدي هون بنزل كمية منيحة من الجبنة وبسكرها رح احكي ملاحظة كثير مهمة بالنسبة للجبنة لهازم تكون مصفية كثير منيحة من المي طبعا هون انا قبل بيوم نقعتها ثاني يوم صفيت كثير منيحة من المي بعديها بشرتها لما تيجوا هون تسكروا العجينة سكروها منيح وارجع سكروها بهاي الطريقة حتى انها ما تفتح معكم اثناء الخبز طبعا هون انا اشتغلت الكمية رتبتم على الصواني الصواني عنده هون مفروشة ورق زبدة وقبل ما ادخلهم الفرن هون رح اتهن الوجه بكمية منيحة من زيت الزيتون رح احكي بالنسبة للزيت اللي حطيته في العجينة ممكن تستخدموا زيت الزيتون طبعا الاطياب انه نستخدم زيت الزيتون بيعطي نكهة كثير طيبة للعجينة هون انا الوجه رشيته برشة من السمسم الابيض وبعدها دخلتم الفرن الفرن رح يكون عندنا على درجة حرارة 200 الرف الوسط اول ما تاخد معكم لون من تحت بتشغل الشواية من فوق ولما طلعتهم لفيتهم بقطعة قماش وقدمتهم ما شاء الله الطعم الريحة جدا شهي طبعا هاي الوصفة من الوصفات اللي كثير معروفة عندنا جربوها على طريقتي بنفس العجينة اللي انا استخدمتها وان شاء الله انها رح تعجبكم وهي وصفتنا لليوم اذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي الاشتراك فيها تفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم علا طاشمان من قناة اطيب الوصفات يامي شكرا جزيلا لحسن المتابعة